عمالة الأطفال هي من أهم وأكبر التحديات يلي عم تواجه المجتمع السوري اليوم وعم تهدد مستقبل الجيل اللي جاي كيف وليش؟ تلونا نحكي شوي عن التأثير النفسي والاجتماعي لعمالة الأطفال ومن خلال هالحديث رح نعرف خطورة الموضوع من الناحية الجسدية تتأثر صحة الطفل بالعمل الشاق نتيجة الجروح والكدمات الجسدية يلي ممكن ينصاب فيها إذا كان عم يشتغل بأعمال مثل أعمال البناء أو التحميل وإذا كان بيشتغل بأي شغل في ريحة ورطوبة مثل شغل الدهان والمصابخ والمصانع فأكيد هذا الشي رح يكون له تأثير كتير سلبي على جهاز التنفسي للطفل بالمختصر لكل شغل صعوبات جسدية وهي الصعوبات جسم الطفل ما بيقدر يتحملها وممكن ينهار بسببه من الناحية المعرفية رح يتأثر الطفل العامل بشكل سلبي سواء كان عم يداون بالمدرسة أو ما عم يداون لأنه انشغاله عن الدراسة رح يخلي إدراته المعرفية والإبداعية أقل بكتير عدا عن أنه ما رح يقدر يحصل أي تعليم عالي بيخلي مستقبله أحسن ومع الوقت رح ينصد طفل حتى المهارات الأساسية مثل الكتابة والقراءة والحساب حتى من الناحية العاطفية الطفل العامل بيتأثر بشكل سلبي بسبب غيابه عن عيلته وعن الأشخاص اللي ممكن يدعموه عاطفيا وغير هيك بيفقد احترامه لذاته وتقبله للآخرين وقت بيكون عم يتعرض لأي نوع من أنواع العنف من صاحب الشغل أو زملائه بالشغل من الناحية الاجتماعية والأخلاقية الطفل العامل ما بيكتسب مهارات اجتماعية تسمح له يتواصل بشكل صحيح مع الناس بالمجتمع لأنه ما عم يمارس المهارات يلي الأطفال العاديين بيمارسوها من خلال بناء علاقات اجتماعية مع الأصدقاء ولاد الجيران وزملاء المدرسة بالتالي بيفقد الطفل الشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع الآخرين والقدرة على التمييز بين الصح والغلط كل هاي التأثيرات رح تكون نتيجتها مشاكل نفسية كبيرة وخطيرة عند الطفل مثل الانطواء والاكتئاب والشيخوخة المبكرة هاد إذا حكينا عن الظروف العادية مو عن الحالات يلي ممكن يتعرض فيها الطفل للعنف أو الاعتداء أو التحرش والاختصاب أو الأعمال يلي بتم من خلاله توريط الطفل بقضايا جنائية كبيرة مثل المخدرات والدعارة بهاي الحالات رح يكون الطفل بأسوأ حالاته النفسية يلي بالتأكيد رح تتطلب علاج طويل ليقدر يكون بالمستقبل شخص طبيعي بالنهاية لا تنسوا ولا للحظة كل هاي المخاطر يلي رح واجهها الطفل ولا تنسوا إنه ولادكن أمانة ومنواجبكن تحموهم مشان هيك لا يكون خياركن السهل إنه الطفل هو اللي يشتغل حاولوا لقوا حلول تانية ولو كانت أصعب عليكن وضلوا أنتو ولادكن بخير تعم نفسي بشت حيلك معي أنا سماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة